اهلا ومرحباكم مستمعي في الراديو دبنقل اعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان بالامس القريب طلعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو مجموعة من افراد من قوات الشعب المسلحة في حربها ضد الدعم السريع جابوا فيديو عرضوا فيه قتل وتمثيل بجسس تم قطع رؤوس بعض الجنود وحملناها في يدين الحرب شهدت انتحاكات كثيرة تحدثنا عنها ولكن هذا الفيديو هو تطور في هذه الانتحاكات في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نستضيف الاستاذ المحامي المعز حضرة نتناقش معاه حول تطور الانتحاكات المصاحبة للحرب الى ان وصلت لما شاهدناه في هذا الفيديو اهلا ومرحباك استاذ المعز حضرة في راديو دبنقل برنامج في الميزان مرحباك اخي الصادق ومرحب بكل مستمعي ومشاهدي راديو دبنقل في هذه الايام العصيبة التي يمر بها شعبنا السوداني وتساذ المعز كما سمعت في المقدمة انه يعني ما طالعناه في الفيديو هو التطور للانتحاكات التي صاحبت الحرب الجارية اليوم كيف تعلق على هذه الكريمة هو تعرف اخي الصادق يعني احنا ظللنا من دي وان من هذه الحرب العبسية بين فصيلين عسكريين في السودان ان هذه الحرب سوف تنزلق الى مآلات يضعب التحكم فيها ويضعب تداركها ويضعب عمل كنترول على هذه المجموعات المتغاتلة لا سيما وان فلول النظام السابق على صوت احمد هارون منذ ان تم تهريبهم او اخراجهم بواسطة ماليشيات النظام السابق من سيجين كوبر كان خطاب احمد هارون خطاب يتحدث عن حرب الكرامة وعن حرب دينية ويدعو الى الاستفافة الديني والى الاستفافة العرقي والجهوية حذرنا من هذا الامر ونحن حتى كمحامين او في هيئات اتهام عديدة ضد احمد هارون وغيري طالبنا السلطات ان تقوموا بالغبض على هؤلاء المحردين كمتهمين سابقين في غضايا من يكونوا في الحفظ وكمحردين يدد لهذه الجرائم لان احمد هارون بخلفيته السابقة كمتهم مطلوب للمحكم الجنائية الدولية وهم معه ظلوا يحرضون في هذه الحرب ويغومون بنفس الابعال التي كانوا يغومون بها في السابق في دارفور في 2003 و2004 ولذلك حذرنا من هذا الانزلات ولكن للأسف الشديد السلطات والغوات المسلحة في المناطق التي كانت تسيطر عليها لم تغم بمنع هذا الامر بل ساعدت على التجيش ورحمد هارون وهم معه ظلوا يغيمون الاحتفائيات التي تدعو الى التشييد وظهرت كتائب البراء بن مالي والمصفوفين وغيرهم والدواعش ظهرت لهم فيديوهات لانه الدول اصبحت يعني تمثل غتاء للأسف الشديد دولة الامر الواقع والغوات المسلحة ظلت تمثل غتاء لهؤلاء المجموعات المتفلدة من دواعش وغيرهم وكانوا في المغابل يغمون بتضييق الامر على كل من يغوم بفعل لغاف الحرب غاموا باحتغال الناشطين غاموا باحتغال كل السياسين الموجودون في مناطق سيطرة الجيش بل اسوأ من ذلك غاموا بإلغاء لجان المغاومة ولجان الخدمات التي كانت تمثل روح السورة هذا يدول دلالة واضحة على انزلاق المجموعة التي تقف على رأس الجيش بتوفير الغتاء الامني والعسكري لهذه المجموعات وبالتالي هذه المجموعات ما هو التكييف القانوني للفعل الشاهدناه في هذا الفيديو وهل يدخل ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية طبعا طبعا قطعا يعني حتى الحرب اتفاقية الحرب الأربعة في جنيف اوضحت حتى في الظروف التي يمارس فيها حرب في مكان ما في غليم ما هناك اساليب يجب ان تتبع هناك يعني قوانين ولوايح يجب ان يؤخذ بها فيما يتعلق بالغبض على الاسراء وكيفية معاملتهم وكيفية تسليمهم بواسطة الصليب الأحمر هناك جراءات عديدة وبالتالي ان يغوم الطرف مما حدث في الفيديو بالامس افراد يرتدون زي الغوات المسلحة يغومون بهذا الفعل الاجرامي هذه غطعا جريمة جريمة حرب تصفية جنود الطرف الآخر بهذه الوعشية هذه جريمة حرب واذا تقرر هذا الفعل وثبت انه كان يعني فعل مستدام يمكن ان تصل الى جرائم تطهير عرقي وبغطعا هي تقع تحت مخالفة حتى الغوانين السودانية غوانين السودانية الغانون الجنائي السوداني فيما يتعلق بجرائم ضد الدولة وجرائم ضد الانسانية هذه مواد استحدثت بعد جرائم دارفور واصبحت جزءا من الغانون الجنائي السوداني وبالتالي هؤلاء الافراد الذين ظهروا في الفيديو بالامس هو لم يخالفوا الغانون الدولي الانساني بل حتى خالفوا الغانون الجنائي السوداني لأن حتى غوانين الغوات المسلحة والغانون الجنائي السوداني ترفض مثل هذه العبعال وتعتبرها جرائم مجرمة وفقا للغوانين الداخلية والغوانين الدولية سمع أستاذ المعيس شاهدنا في هذا الفيديو مجموعة ترتدي زي الجيش السوداني هذه المجموعة برتب مختلفة كلها كانت موجودة في مسرح الجريمة وشفنا الرؤوس وهي ترفع وسمعنا للتهليل والتكبير هل هذا يعتبر توجه جديد داخل المؤسسة العسكرية في الحرب الجارية أو بمعنى ذاني هي ليست جريمة فردية مما شاهدناه في الفيديو طبعا أخي الصادق هي ليست توجه جديد كما تعلم أن في خلال الثلاثين عاما الماضي منذ انغلاب ثلاثين يونيو تم إفراغ الجيش من محتوى المهني أصبح الجيش تسيطر عليه كتائب ما يسمي بالمجاهدين والدواعش وأصبح جيشا غير مهنيا ولعل هذه الحرب كشفت هذا الأمر وبالتالي يعني جريمة التي ارتكبت بواسطة الجيش وكتائبه في الثلاثين منذ الثلاثين يونيو 89 في الجنوب وفي دارفور وفي جنوب كردوفان يوضح أن هذا الجيش المتطرف به متطرفين يأخذون الأمر كأنه فتوحات إسلامية كأنها حرب دينية رغم أن هؤلاء الشعب السودان هم شعب كله مسلم وبالتالي هو ليس توجه جديد ولكن الآن عادت هذه الوجوه التي كانت تغوض الجيش في 89 وافترضنا أنها تم إبعادها من الجيش ولكن بعد انغلاب البرهان في 25 أكتوبر 21 وبعد هذه الحرب في 15 أبريل 23 عادت هذه الوجوه وأطفحت هي التي تسيطر على الجيش ولعل ما هو ظاهر في الميديا أن غائد ما يسمى بكتيبة البراء ابن مالك ووجوده داخل السقنات العسكرية ويستقبل كأنه غائد هذا يدل على أن التوجهات الآن في الجيش أصبحت تدار بمثل هؤلاء الأفراد الغير موهلين وأصلا وجودهم من ضمن الغوات المسلحة هذه في حد ذات جريمة كيف الغوات المسلحة تسمع بمجموعات خارج عن الغانون أن تغاتل مع الجيش هذا وجودهم أصلا مخالف وبالتالي هي ليس توجه جديد وإنه هو توجه قديم ولكن الآن ظهر مرة أخرى بوضوح بعد أن وفرت الغوات المسلحة السودانية للأسف الشديد إمبريل أو مظلة لهؤلاء المتطرفين ليكونوا تحت اسم الغوات المسلحة وده في النهاية هي طبعا الجرم لن يكون جرما فرديا على هؤلاء الأفراد لا الجرم سوف يكون على الجريمة يجب أن تكون على من يكون على رأس هذه الغوات المسلحة لأنه هو المزولية نعم يا أستاذ مثل هذه الجريمة التي شاهدناها في الفيديو يعني هي ليست جريمة جديدة شاهدنا مثل هذه الجرائم ترتكب من منظمات يطلق عليها بين قوسين منظمات إرهابية شاهدنا هذه الجرائم في سوريا وشاهدناها في الإعراق وشاهدناها في ليبيا لكن كانت تتم من قبل منظمات الآن هذه الجريمة تتم بالزي الرسمي لمؤسسة داخل الدولة أن تطلق على بعض المجموعات دواعش أو متطرفة هذا أمر وأن يقوم الجيش ذاته بالزي الرسمي في أثناء الحرب ضباط برتب مختلفة أو يكونوا حاضرين مثل هذه الجريمة الآن الأمر مختلف وهذه الجرائم تنسب الآن للجيش وطبعا يعني الأمر الخطير كما قلت لك أن هذه المجموعات المتفلدة بكل مسمياتها الغريبة هي أصلا يجب أن لا تكون من ضمن منظومة الغوات المسلحة السودانية باحتمال هذه المنظمة عسكرية لها يعني ضوابطها ولديها قوانينها والأخطر الآن أن تقوم هذه المجموعات باسم الجيش في المقام الأول أن هذا الجيش أصبح جيشا غير مهنيا أن يصلح مثل هذه المجموعات المتفلدة والإجرائمية أن تقوم مثل هذه الأبعال أنه الجيش المهني المدرب لديه ضوابط وأفراده يعرفون جيدا كيف يتعاملون أثناء الحرب وأثناء السلم وكيف يتعاملون وفغا للغانون الدول الإنساني وكيف يتعاملون وفغا للغوانين التي تنظم العلاقة ما بين الأطراف المتحاربة في فترة السلم وفترة الحرب هذه كلها الجيش المهني ورعية ولكن هذا ما حدث بالأمس في هذا الفيديو يدل دلالة واطعة أن هذا الجيش أصبح جيشا غير مهنيا أن من يسيطرون عليه أصبح غير مهنيا وهم مزئولين كما قلت مزئولون كما قلت لك من الناحية الجنائية الذين يوجدون على رأس هذه الغوات المسلحة هم مزئولون عن هذه الأفعال كنا نتوقع بعد هذا الفيديو أن يصهر خطاب أو بيان من الغوات المسلحة أن تقوم باللجنة التحقيق أن تحاكم هؤلاء الذين غاموا ولكن للأسف شدي التكرار مثل هذه الأفعال يعني في كثير من الفترات السابقة مما ثم مجموعات العمل الخاص مجموعات العمل الخاصة في حد ذاته هي مجموعات تنتمي إلى ماليشيات الإسلامويين وهم عندما يدخلون إلى المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع غاموا بهذه الأفعال أي شخص موجود في هذه المناطق لم يستطيع الخروج موجود اتهموه بأنهم متعاون وغاموا بقتلهم هناك حوادث كثيرة جدا تم رضها من غبل مجموعات غانونية في مناطق مدرمانة الغديمة في ومبدة في الفتحاب هذه المجموعات غامضت بتصفية أي مدني موجود وبالتالي هذه الأفعال وهذه الجرائم هي جرائم ضد الإنسانية جرائم حرب تخالف الغانون الجنائي السوداني والغانون الدولي الإنساني وهذه الجرائم المزؤول عنها هم الموجودون الآن تحت غيادة الغوات المسلحة لأنه هم الذين غاموا بتسليح هذه المجموعات بتوفير الحماية لها بتوفير اللبس لها الأخطر من الأمر تقول له أن هذه الجرائم طالما هناك إفلات من العقاب ما في محاسبة ما في التحقيق يتم هذا نتوقع مزيد من مثل هذه الجرائم نتوقع مزيد من الإفلات من العقاب وبالتالي أنا كما ذكرت لك في أحد اللغاءات السابقة أنه على المجتمع الدولي أن يتحرك كما تحرك في أوكرانيا في سراييفو في غيرها من المناطق في دارفور الآن ما تحدث هذه الجرائم يجب إيه؟ على ذكر الإفلات من العقاب وعلى ذكر المجتمع الدولي الآن نتحدث عن فيديو الذي ظهرت فيه قطع الرؤوس ولكن قطعا الحرب شهدت انتحاكات كثيرة ومتعددة من طرفي الصراع في السودان نختم حلقتنا هذه وبظهور هذا الفيديو هل المؤسسات الدولية المعنية بمسألة العدالة أو مسألة استدباب الأمن كمجلس الأمن المسؤول من السلم والأمن العالميين ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المحتحدة المسؤول من إنقاذ الامتهاكات حقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية المسؤولة من جرائم جرائم الحرب الكبرى هل عليها الآن أن تتحرك بوتيرة أسرع لإيقاف هذه الانتهاكات في السودان وكيف ذلك؟ هذا سؤال مهم جدا أخي الصادق حقيقة ظللنا منذ بدايات هذا الحرب وظهور هذه الانتهاكات من طرفي الحرب طالبنا المجتمع الدولي بتكويل لجنة التعقيق الدولية وأن تكون هذه اللجنة موجودة على الأرض حتى ترسل إشارات لأطرفي الحرب أن أي انتهاك سوف يكون مرصودا أي انتهاك سوف يكون مسجلا حتى لا نمكن من الإفلات من العراب لكن للأسف الشديد المجتمع الدولي كما أنت تعلم دائما آلياته تأتي متأخرة ولذلك عندما أتى غرار مجلس حقوق الإنسان بتكويل لجنة التحقيق رحبنا بها وقلنا أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي ولكن للأسف الشديد هي لجنة حسب ما بدت أو نشرت من آليات التحقيق أنها سوف تتلقى الشكاوية عن طريق وصائل التواصل الاجتماعي وهذا الضخف كبير نحن هذه اللجنة كنا نود أن تنزل إلى عرض الواقع بحماية دولية تقابل المجنة عليهم في مناطق سيطرة الجيش أو الدعم السريع حتى يتم إرسال رسائل لطرفي الحرب أن هناك من يقوم برصد انتهاكاتهم لكن للأسف الشديد اللجنة لم تقوم بهذا الأمر وواضح أنه إذا استمرت أن تقوم بعملها بوسط هذه الآليات الضعيفة لن يكون له وجود وبالتالي نحن الآن نعتقد أن مجلس الأمن هو المزؤول عن السلم والأمن العالم لأنه ما يحدث الآن من انتهاكات لا تبشر بخير ويمكن هذا الأمر أن ينفلد ويؤدي إلى مشاكل في كل دول الدوار وليس السودان وحده بالذات عند وجود هذه المجموعات المتفلتة التي وجدت في العراق والتي وجدت في سوريا وغيرها وبالتالي نعتقد مجلس الأمن محتاج لاتخاذ غرار كما اتخذ غراره في السابق حول جرائم دارفورف 2003 أو 2004 الآن نحن نحتاج إلى غرار من مجلس الأمن وليس مجلس حقوق الإنسان ليقوم بتكويل لجنة تحقيق دولية تنزل إلى أرض الواقع تقوم بجمع الحقائق بجمع الأدلة حتى لا تضيع هذه الأدلة لأنه كما تعلم استمراريات الحرب تعني ضياع الأدلة موت الشهود نزوح المجنة عليهم إلى ماكن لا يمكن الوصول إليهم وبالتالي نعتقد مجلس الأمن المطال والآن بتكوين لجنة تحقيق دولية حول هذه الجرائم التي ارتكبت طيلة هذه الحرب حتى نرسل رسائل إلى أطراف الحرب هو الحقيقي الآن ليس طرفي الحرب طرفي الحرب عندما بدت الحرب كانوا معروفون هما الدعم السريء والغوات المسلحة لكن الآن هناك أطراف هناك مجموعات متطرفة كما تحدثنا هي الآن بيجة موجودة في الساحة وبالتالي مجلس الأمن يجب أن يقوم بدوره كامل لأنه نحن في السودان نفتغد إلى كل أدوات العدالة الأدوات العدالة غير موجودة لا توجد سرطة لا توجد نيابة ولا يوجد غضاء للأسف الشديد كل هذه المنظومة العدلية انهارت تماما وبالتالي نحتاج إلى تدخل العالم ومجلس الأمن حتى نحقق السلم والأمان في السودان بسرعة المعيز حضرة المحامية أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنقا برنامج في الميزان شكرا جزيلا شكرا شكرا